عدنا بكم مشاهدين الكرام لباقي حصة بالمكشوف كنت وقفنا دائما عند المنتخب الوطني 4 على 4 المنتخب فازة بأربع مباريات أمام غينيا الاستوائية ليبيريا في موروفيا في ليبيريا وأمام الطوغو في عنابة وفي اللومي طلاش النقطة كاملة للمنتخب الوطني تأهل قبل جولتين أردنا أن نتحدث في الجزء الأول قبل أن نتحدث عن النقائص وما يجب تصحيحه في الجولة القادمة والجولة السادسة الخامسة والسادسة في توقف شهر نوفمبر أردت أن أتحدث عن التنقيد كلنا هنا عندنا إجماع على أنه الجميع كل شعب الجزائري شاهد بأنه بوداوي سامير عمار يتبع معايا يا سامير مدشكين ما بنشيخ كلنا متفقين على أنه بوداوي كان من أحسن العناصر شاهدوا ما يضعه التنقيد علي بنشيخ في مختلف المواقع بين قوسين العالمية أعطيني التنقيد شاهد شوف لما تشوف رامي الزروقي 6.6 وهي شام بوداوي 6.7 يعني لما تشوف أليكسيس جندوس من أحسن العناصر مقبولة رامي بن سبعيني نعم أيت نوري لم يكن بيه محمد طوقاي 7 رامي رايان أيت نوري 7 عيسى مندي 7.5 هيشان بوداوي 6.7 يعني صراحة ياسيم بنزية اللي كان خارج الإطار في هذه المواجهة 7.1 عمورة 7.1 متل بنزية مردود لم يكن نفسه بنزية مع عمورة أمين قويري كان أحسن من بنزية 6.5 ولكن المشكلة رافي زروقي 6.6 وبوداوي 6.7 حسام عمدوار 6.8 يعني هذا التنقيد فكرني بنهائية الشان الشان هنا في الجزائر خرجونا يقول ماتش يقول لك نوعية المشكلة تنقيد بهذا المشكلة أَلَيْنَوْأَوْ لَقِدَوَوْلْهَ لا يوجد من الناس يقول لك بوداوي بن سبعيني ولا يوجد من الناس يقول لك بوداوي و بوداوي بن سبعيني و آليكسيس قندوس تبرد من الناس و راومي ونستحي لقاء الجزائر أمام الطوق ونستبيل Elite 6.7 ونستشاهدها تقريبا مع عزلوقي الذي كان خارج الإطار بشهادة الجميع. لم يتعليقوا كهذا. وكذلك البعض يفوري فيروس لهذا الشيء. يقول لك، شوف زروقي، شوف ما حل جابلي بوان. يقولوا عليه رابيو، رابيو زروقي رابيو، يقول لك، شوف ما حل جراء، شوف ما حل من باس، ما حل من باس، ما حل من باس، ما حل من باس، باس للور. يعني صراحة، هذا التنقيط هذا أعتقد بأنه أصبح يغلط حتى الرأي العم أحيانا. أرضوان، بصراحة، تنقيط هذا ما عنده حتى معنى. لأنه لو تشوف الكريتير، ما هي المعايير اللي هم يستندوا لها، أو اللي يستندوا لها إحنا، بالعقل تاعنا، كيف نشوفه هدل الجوار، أو المرضود التاع اللاعب أفضل من اللاعب آخر. نشوفه أولاً، شحال ضياء، لو نشوفه بطريقة بسيطة، كم عدد التمريرات مثلاً الصحيحة، كم عدد السراعات الثنائية اللي يفاز بها، ما هي المحاولات الخطيرة اللي كانت على المرمى بالنسبة للمهاجم، وحتى بالنسبة لصناعة اللعب، شحال من تمريرة كانت من اللي يكون في صناعة اللعبة مثلاً للمهاجم، لهذا أنا أقول لك، ما عندها حتى معنى هاد التفاصيل اللي يعتمدوا عليها في التنقيط. اليوم مع مثلاً زلوقي أو أكثر من زلوقي بقليل، لأنه كان هو الأفضل، اليوم رامي بن سبعيني، وهو بوداوي وكندوز، الثلاثة هذا كان من المفروض أنه أعلى على التنقيط يكون هو لهذا، أرضو أن أحبت أنا نفتح قوس قبل ما طلعهم، وكان يتكلم على نقطة مهمة قبل قليل تلك الجوكير، لما أسألت على الجوكير مثلاً نشوفوه كبديل، وبعدها نشوفوه كأساسي في المباراة المقبلة، ما هوش نفس المردود لأنه كان جوكير، ولكن هناك تناقض، لماذا؟ لأنه لو نشوفو اليوم بوداوي لعب كبديل مع الطوغو في الجزائر، قدم مردود جيد، بعدها لما لعب كأساسي، كان مردوده أكثر من رائع، لهذا ما نقدروش نقوله أنه لو يدخل كبديل، مثل عمورة كان مردوده رائع، يدخل كبديل في عنابة أمام الطوغو، وبعدها الظروف اللي كانت في الطوغو، طبما إصابة أيضاً أثر تالية، لهذا ما نقدروش نحكمه على الدخول التالي، لأنه بوداوي مستوى ثابت، وبوداوي عنده مستوى، دخل كبديل، قدم ما هو مطلوب منه، دخل كأساسي في الطوغو في لومي، قدم ما هو مطلوب منه، التقييم هذا كيف تراها سامي العماري، هذا البوينتاج اللي في بعض الأحيان، رو يغلط الناس، يقول لك هاو جراء كمبينات كيلومتر، هاو بدار دي باس، نحن نرى ضد العلم، ولكن العلم، اللي ما ما يكدبش العين، انت تشوف زروقي، وراح نمره في الورشة بيتكوفيتش، هل الآن زروقي أتبت المحدودية تاعه؟ ونشوف بوداوي، سماور الأرض، وما تشوف تنقيت بنتهم 1، 0-1، يعني، حاجة غريبة سابير، بلاك ما شفناش لومام ماش، لح تقول تبقيله، بلاك ما شفو منبارة واحد أخرى، نقولي حالا نعطيك مثال زروقي، نمبر دي باس، لحاجة المنتخب الوطني، في صعوبة، تقريب سجلونا، تقريب سجلونا، تعدل، كيف تحسب الباس، بلاك ما شفو من المتخب المال، وما شفو من المتخب الوطني، في الحق إلى بلاك، 50-50-50، كانت أخرى 6، ولكنك أنساء المعرفة على التحضير ولكن أنساء أدوث على 9 مرحبات لا تقول لك أني لكل أشخاص أدوثي عنديو 6 مرحبات أو 0,1 مرحبات هذا ليس بالتدعم فرشي لا أستطيع المحتوى إلى هذا المناطق هذه هي الأدوغة وأعتقد بأن هذا النوع من التقييمات أعتقد بأنها خاطئة ولا يجب الاعتداد بها. وحتى صحفة الجزائرية أدير هذا النوع من الأعمال. من التنقيت. من التنقيت. من التقيم الأعمال. وليس لا يكون عندنا أنسي طالجيريا. وأنا على البال بليكنديج. وعندهم الكفاء. صحيح. صحيح. كفاء. يقدر يعطينا المعطيات الجزائرية. لنذهب إلى السوق السكار. وحتى لنذهب إلى السوق السكار. ولكن كذلك أرضوان حتى شاهدنا. أحياناً لما تشكينا المثالية التي توضحها. لأنه حتى في العيئات مثلاً نحكيو على الكف. الكف. أحياناً كذلك هي الخاطئة وغارج الإطار. هذا موش كنت نقول لك على الشارع. لأنه حتى المعايا. لما تكلمت وعطيت المثال بهذا المواب بهذا المواب. وليسيت هذا. ولكن حتى الكف. وإحنا الجزائر وشوفوا اللاعبين تعنا. من غير المعقول في بعض الجوالات. ما تشوفوا ولا لاعب جزائرية. ولا لاعب اللاعب اللي برز. في التشكيلة الميتالية. نذهب إلى الموضوع الخاص بورشة بيتكوفيتش في شهر نوفمبر. ما هي النقائس التي سيعمل المدناخب الوطني على تداركها. خلال تربوس نوفمبر. لتصحيح الأخطاء. نبدأ بسعلي بن شيخ. أنت تكلمتنا أو سبقتنا إلى هذا الموضوع. وتكلمتنا على خط الدفاع. وسط الدفاع. على وسط الميدان. بعض الأسماء في وسط الميدان. وتحددت على أي تنوري. وقفتك قلت لك خليه بعد قليل سنتحدث عن أي نوري. هل تعتقد بأن أي تنوري مرضوضه في النادي ومرضوضه في المنتخب مختلف؟ أو أن اللاعب يلعب في النادي أو في المنتخب الوطني بطريقة توحي. وأنه يلعب كأنه يلعب باستهزاء شوية؟ نعم. يلعب باستهزاء. جوال لي يلعب باستهزاء. لي طلع لك السيرفاس دي ريباراسيون. وينجميره وغلك واحد أو تنين. ويعطي لصاحب ويسجل. ولا هو يروى واحد أو لأتنين ويسجل. ويجي حافظ يضحك ويقصر. استهزاء بصحب. بالإفكاسيتي هي بوزيتيف. بالصح. 90 دقيقة تطلع تروى فوا. وكي تطلع الجيش تطلع أقدر بلي واحد وتمده وتعود تقولي لا. لا. أستطيع أن يدير هكذا في الفريق تأوي. نعم. أنا لها هني نهضر عليه باسكو هذا. نعرف بلي لا. عنده لك. عنده لك. يمكننا رأمني بكوة شوز. بس أخويا. الشخفو لازم تطلع عندك الإنرجي. وين تطلع تطلع أطلع. ما شي. طنزنطن بعد جيبات مدها. ما بعد. أنا هدي يامان متخلش في رأسي. تحبوا يقولوا لي حبي تقولوها. أنا هاتجوار عنده مستوى تعو. في الكبناصون جي مقولك عالي. مليح. بالصح ما هو شي يمد. أنا ليه ما هو شي يمد. وشاني حاب أنا. أنا جوار لي ما يطلعش. كي ما هو. كي ما يطلعش ما يطلعش. كنزة 20 fois. هدي يام مينموم. وما يطلعش دونجي تبيت. واعت 4 أو 5 fois. ويني روح يسجل ليه خرد صحابو لا. أنا ليه لا أخي. لا.